أهلاً أحبائنا مشاهدينا برنامج ليكن نور حديثنا عن ولادة يسوع المسيح المتميزة وأنا قرأت الآيات من بشارة متى الإصحاح الأول ولكن بتشوف أيضاً قصة ولادة يسوع بشكل مفصل أكتر ببشارة لوقة في الإنجيل المقدس الآيات اللي قرأتها بنشوف أن شخصية المسيح متميزة لأن شخصه عجيب وأنا عاوز أتكلم عن ثلاث أمور المسيح بيتميز فيها وعندما أقول بيتميز أقصد أنه فريد لا مثيل له واحد من نوع لا توجد أي ولادة أخرى في كل التاريخ مثل ولادة يسوع المسيح طبعاً البعض من أحبائنا المسلمين رحين يجاوبوني يقولولي أن مثل عيسى كمثل آدم أولاً نحن لا نعلم اسم عيسى كمسيحيين فأرجوك يعني اقرأ عن يسوع الذي نؤمن نحن به والطريقة اللي المسيحيين بيفهموها أي واحد نمرة اثنين أنه آدم كان مخلوق وحواء أنه صنع من ضلع آدم وبنى حواء فإذن مش متميز مثل ولادة يسوع في يسوع المسيح يختلف عن آدم في آدم أخطأ الجميع واجتاز الموت إلى الجميع في يسوع المسيح صار إلنا الحياء والحياء الأبدية من خلال يسوع المسيح آدم مات وما زال ميتاً يسوع المسيح مات وقام وهو حي إلى أبد الآبدين آدم الأول يعني سقط في الجنة آدم الأخير هو الذي أنقذ البشرية من العبودية في الخطيئة ليعطينا الحياء الأبدية وفيك تقرأ رسالة روميا وكرونتوس الأولى 15 وتشوف أنه بعيد كل البعد أنه مثل آدم ليس مثل يسوع المسيح فالمسيح هو كلمة الله فآدم ليس كلمة الله آدم مخلوق نفخ في نفسه وصار نفساً حية لكن المسيح هو الخالق غير المخلوق من أجل هذا في القانون الإيمان المسيحي نقول نؤمن طبعاً بيسوع اللي هو مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر أو واحد مع الآب في الجوهر فإذن ليس مثل آدم لأن يسوع هو آدم الأخير فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ثم أحبائي المسيح عجيب مثل ما ذكرت فيه ثلاث أمور في اسمه في طبيعته وفي عمله وهي الآيات اللي أنا عاوز أوضحها أكثر أول شيء في اسمه مكتوب أحبائي في بشارة متة فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع أرسل جبرايل الملاك إلى عذراء مخطوبة ليوسف وكانت فيه الناصرة وقال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم فالمسيح نعم اسم ولكن أيضاً لقب وعمل في نفس الوقت هذا الاسم أحبائي مش مجرد أي اسم فيه أسماء كثيرة وأن أعطي هذا الاسم قبل ولادته فيه أسماء أعطيت قبل ولادتها مثل إسحاق مثلاً مثل إسماعيل وهكذا أسماء كثيرة ولكن هذا الاسم فيه عمل فيه كناية عظيمة جداً أنه هذا الاسم يسوع يهوى يخلص كما قال إشعياء أنا أنا الرب وليس مخلص آخر أنا هو الأول والآخر قال يسوع الحق أقول لكم إني أنا هو الباب أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ثم قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية فإذا نستطيع أن نستدل نستنبط ونستشف أن يسوع ليس كآدم اسمه كما قال إشعياء النبي يدعى اسمه عجيباً كيف تصف هذا الاسم وكيف تستطيع أن تستدل وأن تفهم عمق هذا الاسم ترجمة نانسي قنقر